يوم 23 يناير 1951 توفي أحمد فؤاد أنور باشا واحد من أكبر رموز النادي الأهلي ومن كبار حكمائه وصاحب التاريخ الطويل في النادي أحمد فؤاد أنور كان أول كابتل لفريق الكرة بالنادي الأهلي اللي تأسس سنة 1911 وكان صاحب شخصية قيادية وتولى مهمة سكرتير الفريق وهو لسه بيلعب يعني مدير الكرة بمفهومنا النهار ده واعتزل اللعب سنة 1914 وكان من الكفاءات الإدارية يعني عند تأسيس النادي كان سكرتير النادي محمد فاند شريف وفضل في مكانه لحد سنة 1911 لما تنقل للعمل وكيل نيابة في مدينة طنطة فتم اختيار أحمد فؤاد أنور سكرتير للنادي وكان في نفس الوقت كابتن فريق كرة القدم وبعد كده بقى عضو في اللجنة العليا وبعدين وكيل للنادي وقائم بأعمال رئاسة النادي لفترة مؤقتة سنة 1940 وأحمد فؤاد أنور بيعتبر أحد رواد تمصير الرياضة المصرية يعني لما بدأت ثورة تمصير الرياضة في مطلع العشرينيات من القرن الماضي بقيادة جعفر ولي باشا وكيل الأهلي ثم رئيسه كان أحمد فؤاد أنور وفؤاد أبازة وداود راتب ورياض شوقي مع جعفر ولي باشا في كل خطوات تمصير الاتحادات الرياضية المختلفة وعلى رأسها اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية وكان رئيس اتحاد الدراجات ومس المصر في كثير من المحافل الدولية يعني كان رئيس بقسة مصر في الدورة الأولمبية في أمستردام سنة 1928 وفي الدورة الأولمبية ببرلين سنة 1936 وفي الدورة الأولمبية بلندن سنة 1948 ومس المصر في مؤتمر دول البحر المتوسط اللي أصفر عن تنظيم بطولة البحر المتوسط اللي بدأ تنظيمها من عام 1951 وإحمد فؤاد أنور اتخرج في مدرسة الحقوق وتدرج في السلك القضائي لغاية ما بقى وكيل لمحكمة استقناف أسيوت والده محمد أنور بيك محافظ دمياط وابنه كان السفير سميح أنور اللي كان وكيل النادي الأهلي سنة 1992 رحم الله أحمد فؤاد أنور كان من كبار رجالات النادي الأهلي ورموزه وما